وصلت القوات المسلحة مهامها في معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من احتماليات الإصابة بأي عدوة تنفسية وذلك ضمن مخطط لإجراء عمليات التطهير الوقائي لعدد من الجامعات المصرية والمنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين وقدم رئيس جامعة القاهرة الشكرى والعرفان للقوات المسلحة على ما تقوم به من مهام لخدمة الوطن في كافة المحن والأزمات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري ما فيش شك أن القوات المسلحة المصرية لها دور كبير جدا عبر التاريخ تجاه أبناء الشعب والوطن بنجد القوات المسلحة المصرية بتقف بجوارنا وجور كل المؤسسات المصرية لكي تقوم بدورها في حماية ووقاية هذا الشعب وهنا بنجد أن الجيش المصري بيقف مع مؤسسات الدولة بيشرفنا في جامعة القاهرة بتشكيلات على أعلى مستوى بأدوات حديثة جدا لكي يساعدنا في عمليات تعقيم جامعة القاهرة لحماية الموظفين لحماية الأسدزة لحماية الطلاب يأتي ذلك انطلاقا من الدور الفاعل التي تقوم به القوات المسلحة تجاه كافة الأزمات والمخاطر التي تهدد شعب مصر العظيم